المقاهي بمدينة دمشق كتير بس مو كمان بمدينة دمشق بالعالم اللي هاته يعني المقاهي الى دور معين اول شي لتسلية الناس اللي بيجو لحتى انه يقضوا وقت فيها ممكن يجتمعوا مشان احاديث معين لقاءات معينة يعني دائما المقاهي الى دور كبير كتير بالحياة العامة وطبعا انا هون رح خصهم بالذات كلمة قهوة او مقاهي لا تعني انه هي بتقدم القهوة بس لا بتقدم مشروبات كتير انواع كتير من المشروبات بقصد بكلامي حتى بعدين تتميز بس المقاهي انه بتقديم القهوة بالذات مثلا ما فيها كحول مثلا وبالتالي بقالي بتتم نحنا فيها التسمية مقاهي او قهوة بسموها ما بتفرق قهوة فلان قهوة كذا كذا حكينا شوي عليها هلأ اليوم بدي شوي احكي على قهوة الهافانة يلي هي بمدينة دمشق قهوة الهافانة بتصور في ناس كتيرين بيعرفوها وفي ناس كمان بيمروا جنب منها وما بيعرفوها مشانيك حبيت انا احكي عليها كم كلمة ويعني حتى تتذكروا انه قهوة الهافانة شو هي والمعلومة اللي حكيت عليها كمان كمان هي شو هي كمان بنفس الوقت اذا كنا فتنا بشارع بورسعيد يلي هو بيمتد من جسر فكتوريا تقريبا ولغاية دوار او بقصة ساحة يوسف العظمي جنب المحافظة هون اذا كنا اتجهنا صعودا منشوف نحن على اليسار بمنتصف تقريبا الطريق منشوف على اليسار وقدام منسميها كوبانية الكهرباء يعني شركة كهرباء طيب هوني بيكون اول مدخل الشارع منشوفها لا فيه مقهى خلين نسميه مقهى بيكون مقهى اسمه مقهى الهافانة الهافانة اسمه طبعا معروف يعني مقهى هافانة طبعا فيه بلد اسمه الهافانة وبالتالي بقالي لانه فيه ناس تقريبا البرازيل او غير مدن كده او غير بلدان حاولوا يعملوا استثمارات معينة وبالتالي بقالي بدمشق وبالتالي بقالي هون شو اللي صار هوني صاروا يفتحوا الشيء نلاقي نحنا في قهوة دمشق مثلا قهوة دمشق القديمة مثلا مطعم قبل عز مثلا يعني هي تسميات معينة كل واحد بيختار شيء معين منرجع منقول انه المقهى مقهى الهافانة هو بلش بالعام 1945 لكن عمليا مو صحيح كان قبل منه في مقهى اسمه مقهى الرشيد بعدين المقهى نفسه تحول لمقهى زاير حسنه وظبطه وبالتالي بقالي هون حمل اسم مقهى الهافانة طبعا قبل 1945 أنا هذا اللي بقصد بكلامي وبالتالي بقالي اخد شهرة كبيرة كتير للمقهى بسبب شغلات كتير صارة فيه وبتميز فيها عن غيره الحقيقة كمان مو بس هو المقهى بحد ذاته لأن المواصفات اللي رح قول عليه في كمان مقاهي الثاني قريبة منه مثل مثلا المقهى الكمال الصيفي كمان نفس الشي كان بس يعني انه كل واحد كان له دور معين او ادوار معينة بالحياة السياسية والاقتصادية وكذا منشوف انه اغلب العالم اللي كانت تروح على مقهى الهافانة طبعا ما بيقدموا في لعب طاولي او كذا هذول ما بيقدموا فيهم ما بيقدموا فيهم مثلا يعني ممكن شطرنج ممكن لحتى خلي العالم اللي قاعدة او تجي الزباين ما انه تزعي جغيرة اللي قاعدين مثلا ممكن يكون كان فيه ادباء الادباء اللي كانت يجي كانت يستوحوا افكارهم جمعوا افكارهم كلية بها المقهى هذا يعدوا يكتبوا قصائد اشعار كان فيه ناس سياسيين وخاصة من السياسين اللي يجوا بالاربعينات طبعا وبالتالي بيقدموا مثلا حتى يتباحسوا بامور الدولة بامور السياسة كذا كانوا ياخدوا مثلا زاوية معينة يعدوا فيها لحتى انه يتباحثوا او يتناقشوا عن هالمواضيع بفترة معينة كمان بفترة بعد منها بقصد بكلامي حاول هنا في ناس كتيرين رح يقانوا ايمو يقيموا المقهى كل ياته لكن الدولة طبعا انتبهت للشيء هذا هو مقهى مميز كتير مميز مقهى الهافانة طبالتالي بقالي بثمانينات تقريبا حاول احد تجار ياخد يشتري المقهى ويحاولوا كمان لمخزن ألبسية وكذا وشغلات هيكي لكن وزارة السياحة ومشكورة وزارة السياحة بالنقطة بالذات صادرت المحل صادرت المقهى وطبعا واتفى وعملوا عقد مع شركة الشام لفنادق والسياحة مثل ما نعرف اللي كان هو يعني اللي بيديرها هو رجل الأعمال عثمان العائدي طبعا هو استثمره هو المقهى وصار بطريقة حديثة يعني جدد كل شيء فيه الكراسي كذا كله جدده حتى كمان الواجهة الزجاجية الحمامات اللي فيك يعني صار عبارة عن حديث وقديم قديم بتاريخه وقديم بتأثيره وشو كان يساوي خلال الفترة يعني ما هو طبعا الناس اللي عميجوا يزوروه الناس اللي بتجي بتععد فيه أنا أحد أشخاص كانت حب كتير رحوا وقعد فيه مع المالي سياسي يعني هاي قولا واحدا أبو التالي بقال هون منقول نحنا هون إيه إنه في ناس كتيرين كانت تجي تزوروا مثل ما قلت أدباء فنانين من كل الأطياف للمجتمع هلأ رح عد أسماء لحتى ما إنسى الحقيقة كمان مو بس سوريين حتى فيه ناس كمان من غير جنسيات كمان كانت تجي تشبهان فيه كان مقهى تاني مثلا بمصر مقهى فيه شاوي وبالتالي بقالي يعني مثل حكايته كانوا كمان العالم تقعد فيه بشكل هذا كمان يعني يستعملوا نفس المكان لهيك أهداف بقالي كمان مشتشبههم وبالتالي بقالي فيه عنا ممثلين مصريين هلأ كمان بحكي عليهم يلي هنه كانوا كمان يأجوا ويعدوا فيه كمان فيه المقهى وخاصة كانت بفترة مثلا الوحدة مثلا بين 52 إلى 60 يعني كان دائما المقهى شغال مصبوط مصبوط بعدين كان فيه كمان هو المقهى احتضم فيه المؤتمر التأسيسي الأول لحزب البعث العربي الاشتراكي بسنة 1947 هذا شوف كمان كمان قديش بالنسبة ل ناس معينة هاي كمان مهمة كتير النقطة هي بالذات لحت يعرفوا أنه هون كان التأسيس هون مركز التأسيس صار للحزب مقهى هافانا مثل ما قالت مميز كتير وهلا رحقول أنا السوريين مثلا اللي كانوا دائما يعدوا فيه وبعض منهم يقعد ساعات وساعات ممكن يقروا جرائد ممكن يقروا كتب ممكن يتباحثوا بأشياء معينة يعني مثل ما قالت كان فيه مثلا عنا مثلا هو الشاعر محمد المغوط اللي كمان معروف كان فيه عنا مثلا زكي الأرسوزي هو هو الأديب الشاعر إسماعيل عمود كماني كان دائما والكاتب الساخر شريف الرأس كمان نفس الشي كماني وشعراء أدباء مثلا يعني كتار مثلا من العراقيين أخوان العراقيين يلي بفترة معينة اللاجئوا لسوريا وقعدوا فيها أهلا وسهلا للجميع أهلا وسهلا منشوف مثلا شاكر السياب المشهور جدا منشوف عبدالوهاب البياتي وهو كمان التاني كماني كلماته لا تنسى في أحمد الصافي النجفي كان هذا مقيم دائما بدمشق كان دائما ما ينغسل هو دائما من المقهى وكان يعود فيها لساعات طويلة هيك التاريخ بيقول هيك بعدين في عنا الشاعر القروي في عنا محمد مهدي الجواهري كمان كان مقيم بدمشق كمان نفس الشي شاعر مظفر النواب كماني فيه كمان من مصر كماني في عنا أحمد عبدالمعطي حجازي كماني في عنا كمان مثل مهلة الفنانية كماني يلي هني المحمود المليجي رح يدون مرة تانية محمود المليجي المليجي فريد شوئي مثلا كان فيه المغني القديم اللي كمان أغنيه لا تزال تردد لغاية الآن محمد عبدالمطلب مثل ما قالت أنه النخبة من المجتمع السوري والأدباء الفنانين كل ذاتهم يجتمعوا بالمقاهد حبيت ألقي الضوء على المقاهد وتاريخه ورح أتصور عليه إن شاء الله تعجبكم وهلا وسهلا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر